وكما تلاحظ تم تفعيل وضع المطور بكل سهولة والآن أصبحت لديك خيارة المطور على هاتفك سامسونج السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إظهار خيارة المطور في جميع هواتف سامسونج وبخطوات بسيطة فقط العديد من المستخدمين عند شرائه لأول مرة هاتف سامسونج أو عمل له فورمات عندما يريد الدخول إلى خيارة المطور لا يستطيع وذلك لأنها لا تكون ظاهرة في إعدادات الهاتف ولكن في هذا الشرح سوف أعلمك الطريقة السهلة لإظهار خيارات المطور في بعد الخطوات فقط قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك لهذا الفيديو وادعمنا حتى نقدم دائما المزيد إن شاء الله أول شيء نذهب إلى إعدادات الهاتف على جهاز سامسونج تظهر معنا كل الإعدادات الموجودة فقط هنا نتوجه إلى الأسفل مباشرة كما تلاحظ هنا لا تظهر خيارات المطور وهنا في الأسفل نضغط على حول الهاتف بهذه الطريقة وهنا كما تلاحظ في هذه الصفحة نضغط على معلومات البرنامج بهذه الطريقة وهنا كما تلاحظ تظهر معنا في هذه الصفحة العديد من الخصائص ومن ضمنها رقم الإصدار نضغط ضغطات متطولة هكذا بهذه الطريقة كما تلاحظ أنت بعد خطوة واحدة أن تكون مطورا وهنا نضخل البيئين الحالي للهاتف وكما تلاحظ تم تفعيل وضع المطور بكل سهولة وهنا سوف نقوم بالرجوع خطوة إلى الورق وسوف نجد خيارة المطور ظاهرة تحت حول الهاتف نقوم بالرجوع إلى الورق والآن أصبحت لديك خيارة المطور على هاتفك سامسونج ويمكنك الضغط عليها والدخول وضبط إعدادات الهاتف أو تسريع الهاتف والعديد من الاستخدامات التي نحتاجها في إصلاح نظام الهاتف إلى هنا ينتهي تشرح لا تنسى اللي لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة واتفعيل جرس لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركته وبركته